السلام عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد كلنا يرجو أن ننتصر دا كل حر في هذا العالم يرجو لنا ذلك لكن بعضنا بيغفى الحكتين مهم جدا أول حاجة أن جند السماء لا تنزل لمن يكتفي بالدعاء ويترك الأسباب هذا الدواء فهل عالكته؟ قال أما كفى أن يراني اليوم منتحبة؟ ما أنا ببكى هو مش كفاية لن يطلع الفجر يوما من حناجرنا الاكتفاء بالدعاء مع عظمة الدعاء وأهمية الدعاء وأثر الدعاء لكن الاكتفاء بالدعاء ممن يملك أكثر من الدعاء هذا خذان وهزيمة وبعد كده بنقول يا رب دعوناك فلا من ننتصر يا رب أين جند السماء نصر المؤمنين لبعضهم هذا ليس واجبا ده فرض في الإسلام التخاذل عن هذا الفرض يؤدي لفتنة لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير فاللي بيكتفي بالدعاء لمن يملك أكثر من الدعاء الحاجة التانية اللي بنغفل عنها وهي إن القضية مش مجرد النصر ودي نوطة مهمة جدا النصر ما هواش غاية في ذاته المعركة في الإسلام مش معركة سلاح ونصر عسكري كما باقي الأمم المعركة في الإسلام هي معركة توبة وعودة إلى الله عز وجل حالة إيمانية عامة تسود في الأمة وكما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإنما ينتصر المسلمون بمعصية عدوهم لله فإذا استوينا في المعصية كان لهم الفضل هنتغلب فأنت محتاج تعمل حالة زخم إيماني حالة تزكية إيمانية عامة محتاج تعرف الناس أن المعصية لها دور كبير في الهزيمة ضاع النصر يوم أحد بمعصية واحدة لأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ما دا كان درس للأمة إلى قيام الساعة فالنصر في الإسلام ما هواش نصر عسكري النصر في الإسلام أن ترجع إلى الله تصلح قلبك مع الله وتكون دي حالة سائدة في الأمة مش أدعي بالنصر وزعلان أوي على أهل فلسطين وأنا مهمل في الصلاة أو مصر على معصية لا طبعا لابد أن تعلم أن نصرك للأمة بتوبتك من ذنوب الخلوات نصرك للأمة باستقامتك على أمر الله عز وجل لما بعث موسى عليه السلام إلى فرعون بجبروت فرعون وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ربنا عز وجل هينصركم على ضعفكم وعلى جبروت فرعون وجيوش فرعون لكن المطلوب فاستقيما فإذا أخذنا بالأسباب واستقبنا على أمر الله عز وجل لننتصر على ضعف هذه الأسباب فهي دي غاية المواجهة في الإسلام إن الأمة يحصل لها ارتقاء إيماني يحصل في قلوبها هيبة للنص الشرعي هيبة لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فليضل أعمالهم لو شاء الله عز وجل النصر هيأتي في لحظة لكن تمحيص الأمة وعودة الأمة إلى ربها هو الأساس ومن قتل في سبيل الله لا تشغل نفسك هنيئا لهم فالغاية إنك تضع رجلك على طريق الاستقامة حتى تلقى محمدا صلى الله عليه وسلم على الحوض حتى تلقى الله راضيا عنك والكلام ده هيفسر لك لي من قواعد الإسلام أن المرأة التي تصلي في قعر بيتها تقوم بتدبر كتاب ربها تحافظ على ذكر الله عز وجل لا يطلع عليها أحد بميزان الدنيا الساذج هذه امرأة ما فعلت شيئا للأمة لا أعملتش حاجة لكن من قواعد الإسلام أنها حققت غاية وجودها في هذه الحياة دفازت ووصلت لغاية الوجود الإنساني على الأرض ده دي بمثلها ننتصر في المقابل من قواعد الإسلام أيضا أن رجلا خرج يحارب في سبيل الله أظن أن رجلا خرج يحارب في سبيل الله عز وجل بس بيحب الناس تقول عنه انت قوي انت شجاع وخرج عشان برضه يسمع الكلمة دي يذكر بين الناس الرؤوس تلتفت له هذا الرجل حارب وانتصر على الأعداء وهزم الأعداء وسففهم التراب هذا الرجل بميزان قواعد الإسلام لم يحقق غاية وجوده على الأرض مع ملش أي حاجة زي الليتو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزى يلتمس الأجر والذكر واحد عاوز يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر من الله والذكر بين الناس ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له فأعادها ثلاث مرات الراجل لا هو مستد يقول له رسول الله لا شيء له ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه فواحد زيداء غزى وعمل كل حاجة لكنه في ميزان الإسلام ما فعل شيئا طبعا الجهاد في سبيل الله عز وجل لا يقارن بأي عمل ليس في الإسلام أجر أعظم منه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفتر ومين يقدر يعمل كده فالجهاد لا يعدله عمل لكن خلط الجهاد بالرياء ولو انتصرت ما فعلت شيئا فمقياس النصر في الإسلام ما هواش بمقياس النصر عند الأمم امرأة تعف نفسها تصلي لربها تؤدي ما عليها دي عملت كل حاجة رجل يتق الله في عمله في مهنته يحافظ على صلاته على وقتها يؤدي الزكاة التي عليه هو ده أساس النصر بعد كده النصر المادي ده أمر سهل يمتن الله به على من يشاء الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ركز كده في هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا هل أذلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وأخرى تحبونها حاجة أنتو بتحبوها لكن الغاية حصلت قبل هذا النصر فالغاية إنك تفعل ما عليك وليس أن تغير العالم الغاية إنك تستقيم على أمر الله وساعتها العالم هيتغير لوحده سوف هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره وكثرت الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط أد الصلاة على وقتها في المسجد مش في بيتك هو دا الرباط هو دا النصر أنت بهذا كمن يقيم على ثغر مع إن أنا مغيرتش حاجة ولا انتصرت على عدو ولا حاجة لأ لو قديت ما عليك انتصرت الأمة فذلكم الرباط فانتصارك هو انتصارك في الموقف اللي انت فيه في الحياة اللي انت عايشها في الظروف والوضع اللي انت فيه هو دا الجهاد يعني تخيل مسلم يعزم إنه هو يخلف طفل ويربيه تربية صحيحة بحيث يكون مسلم صالح الإنجاب دا عمل غريزي بسيط لكن ممكن يكون من أعظم الجهاد ممكن يكون أعظم وأفضل من عبادة أربعين ألف سنة ووردت عن السلاف عبارات بهذا المعنى تخيل بس حجم الذرية التي توحد الله عز وجل من نسل هذا الطفل إلى يوم القيامة فما بالك لو كان فيهم عالم أو إمام أو مجاهد فانت بس زبط النية وعمل ما في مقدورك إنه هو يكون مسلم صالح والله من أعظم العمل مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونصاته فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله لازم نفهم أدوات النصر واللفئية كل مسلم ولا تشغل نفسك أبدا بالنتائج اشتغل على ما في يدك هو ذا المطلوب منك عندك وقت وقت فاضي اشتغل على مشروع دعوة إلى الله عز وجل ساعة واحدة بس يوميا ركز على لغة معينة وانضم إلى المجموعات على الفيس الناطقة بهذه اللغة وابدا إبعث رسائل دعوية ودي مواقع فيها رسائل دعوية بكل اللغات وابدا إتواصل مع الناس في المجموعة وطبعا استخدم جوجل ترجمة جوجل ترانزليت بحيث تترجم الكلام أو استخدم كيبورد للترجمة الفورية بس واشتغل دعوة إلى الله عز وجل بين الناطقين بهذه اللغة عرفهم بالإسلام عرفهم بدلاء للنبوة وفي وصف الفيديو ملف فيه رسائل دعوية امشي فيها بنفس الترتيب ترجمها للغة اللي انت عوزها اهو ده مشروع اشتغل عليه ساعة واحدة بس يوميا ساعة وقف لله عز وجل والله هذا نصر لهذه الأمة اطلب علم شرعي ادري الساعة كل يوم درس دين تحصن إيمانيا عقيدة فقه أصول فقه تاريخ إسلامي عندك في العيلة حد مقصر في الصلاة ما تسبوش وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها كل شوية تنصحوا يا ابني قال الله عز وجل وأقيم الصلاة ولا تكونوا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر عندك حد في العيلة مقصر في الحجاب يا بنتي الحجاب أمر إلهي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن اللي بيهملوا في حجابهم لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها انت كده والله بتغير العالم انت كده نصر لهذه الأمة طيب مفيش أي حاجة تغيرت إذا لم تنتبه لما قلت من أول الحلقة تفعل ما عليك ولا تلتفت للنتائج أبدا ويأتي النبي وليس معه أحد نبي بعثه الله إلى قوم وأتى إليهم بأدلة الرسالة ومع ذلك لم يسلم له أحد هذا النبي أتم غاية وجوده على الأرض فالمهم إنك تستقيم على أمر الله ولا تلتفت لأي نتائج ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله لسه طالع من بيته مات ما عملش أي حاجة هذا تم أجره أتم ما عليه بهذا الذي لم يفعل شيئا يحصل النصر فالمهم إنك تعيد ترتيب الخريطة بتاع حياتك من واقعك أنت من حياتك أنت من ظروفك أنت كما قلت لك التوبة من ذنب الخلوات تنتصر به الأمة العزم على مشروع دعوة إلى الله أو الإنفاق على مشروع دعوة إلى الله تنتصر به الأمة الأرض كلها بكل ما عليها ملك لله عز وجل يورثها ما يشاء فانت بس اعمل ما عليك ملك لله عز وجل ملك لله عز وجل ملك لله عز وجل هذا مهم جدا على فكرة لأن الغرب عامل ضخ إعلامي كاذب تخيل 2 و 3 من 10 مليون إنسان محاصرين داخل سجن كبير لازم العالم يعرف كده لازم العالم يعرف أن القضية هي عبارة عن مستعمرة أوروبية تمت زراعتها في الشرق الأوسط مستعمرة ستيطانية باعتراف الخطاب اللي كتبه صديق هرتزيل لازم العالم يعرف أنه بيتم من سنوات تصفية عرقية للشعب الفلسطيني وبيتم ترضي مئات الآلاف من أرضهم سبعين في المئة من أهل غزة أصلا اللاجئين لموهم وحطوهم في غزة وقفلوا عليهم والمية بحساب والكهرباء بحساب حصار من البر والبحر والجو فده سجن حقيقي مشتشبيه لازم نعرف العالم أن نظام الفصل العنصري الموجود في فلسطين هو الأعنف أعنف حتى مما كان في جنوب أفريقيا ولذلك طبقا لقرار الأمم المتحدة يحق للشعب الفلسطيني وده كلام الأمم المتحدة يحق للشعب الفلسطيني استخدام كل وسائل حق تقرير المصير كونها أمة محاصرة أمة واقعة تحت سيطرة استعمارية تحت هيمنة قمعية فيحق لهم طبقا لهذا القرار استخدام كل الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح النضال المسلح تبقى لقرار الأمم المتحدة طبعا أمريكا وقف بلطاجي على باب الحارة لغاية ما العدو يصفي أمة كاملة من المسلمين وممنوع حد يتدخل العام الماضي تقرير منظمة العفو الدولية بيقول صراحة إن ده نظام فصل عنصري وبيصنف الجرائم اللي بتحصل في حق أهل فلسطين باعتبارها جرائم ضد الإنسانية ده كلام منظمة العفو الدولية فانتعرف العالم بهذا الكلام وعلم أن الله عز وجل ينصر بجند من السماء متى فرغ المسلمون من حولهم وقوتهم وفعلوا ما عليهم زي ما حصل في غزوة بدر وفي غزوة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها الأحزاب تجمعوا حول المدينة وأرادوا إبادتها فلما فعل المسلمون ما عليهم حفروا الخندق وأخذوا بالأسباب التي بأيديهم جاءت ريح وجند من السماء وانقلبت موازين القوى للأبد البيزنطيين الرومان كانوا واخدين شمال أفريقيا ستمائة سنة مركعينها لما جم الصحابة الإمبراطورية البيزنطية العملاقة جرت من قدام الصحابة الجنود البيزنطيين كانوا بيجروا زي الفران أحد القادة الرومان البيزنطيين في فتح مصر كان بيجري بكامل عدته وعتاده من أمام جندي مسلم أعزل بلا سرج ولا درع وهذا الكلام ورد في حولية سريانية فالكاتب السرياني بيقول له يا عمد معهش حاجة وانت لبتهرب قال له كلما ألقيت عليه سهما تلقاه بكمه ناس باعة واحد ثاني اداله درع من الدهب عشان يتوقف عن محاربته خلا تحت رجل وكمل حرب فهي دي الفكرة الثبات وقوة الإيمان وأخذ بالأسباب التي بيدي العدو بينهار ذاتيا يا دوب تلقائي فاكر لما عباد ابن بشر رضي الله عنه في غزوة ذات الرقاع لما كان واقف على ثغر وعايش مع تدبر كتاب الله عز وجل فأحد الكفار رماه بسهم فسيدنا عباد نزع السهم وكمل تدبر لكتاب الله عز وجل حتى ألقاه بثلاثة أسهم سيدنا عمار بن ياسر انتبه فقال له سبحان الله ألا أن بهتني أول ما رمى قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها فالحالة الإيمانية دي لو عاشها الجيل المسلم خلاص الموضوع انتهى جيل الصحابة هزموا أكبر إمبراطوريتين في العالم كانوا محتليين ثلثي العالم فنصر هذه الأمة بيبدأ من جواك كلما أصلحت من نفسك ولو بخطوة الأمة تنتصر كلما أصلحتي من نفسك ومن بيتك الأمة تنتصر كلما عزمت يكون عندي مشروع دعوي أو أعمل توبة من ذنب أنا مقيم عليه والله الأمة تنتصر يبدأ نصر هذه الأمة بالمسلم البسيط الذي يوفي ما عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء مسلم بسيط فقير يوفي ما عليه هم دول أفضل من في الأمة هم دول اللي بهم يحصل النصر طيب مسلم يعجز عن الجهاد يعجز عن الدعوة إلى الله يعجز عن كل هذا عليك بالتسبيح والتحميد والتكبير والله فيهم نصر قالت امرأة الرسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت سني وضعفت فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة قال سبح الله مئة تسبيحة فإنها تعدل لك مئة رقبة قال سبحان الله متمرأة وحمد الله مئة تحميدة الحمد لله متمرأة فإنها تعدل مئة فرس وكبر الله مئة تكبيرة الله أكبر متمرأة فإنها تعدل مئة بدنة وهللي مئة تهليلة لا إله إلا الله متمرأة تملأ ما بين السماء والأرض ولا يرفع يومئذ لأحد عمل أفضل مما يرفع لك إلا أن يأتي بمثل ما أتيتي سبحان الله متمرأة الحمد لله مئة مرة الله أكبر مئة مرة لا إله إلا الله مئة مرة بعد الفجر وبعد العصر هذا نصر وأختم أقول هذه الأحداث على ما فيها من ألم يعتصر كل مسلم إلا أن فيها والله من الخيرات ما لا يحصى انكسرت مهابة العدو عادت العزة للمسلم ولو لم يكن في هذه الأحداث إلا تركيز الأمة على قضية جامعة والموالاة في الله والقرب من الله والله لكفى فكلها خيرات وبركات وانتظار نصر من الله عز وجل فأبشروا وبشروا نسأل الله عز وجل القوي العزيز أن يحفظ أهل فلسطين وأن ينصرهم وأن يهلك عدوهم آمين وأن يقدر برحمته لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف فينهى فيه عن المنكر آمين نلتقي على خير والسلام عليكم وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر